التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي وذلك تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يعد ركنا هاما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق مدينة شرم الشيخ تجهيزا لاستقبال ديوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل كما وجه الرئيس السيسي بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التغطيط ووزير النقل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية كما تم ايضا استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الاراضي غير المستغلة التابعة للوزارة خاصة في منطقة شرق القاهرة ذكرت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن وسائل اعلام صينية أن الصين بدأت منورات عسكرية في محيط تايوان يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مسيارات حلقت بأجواء منطقة كينمين مضيفة أن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات وتوقف عن العمل مؤقتا دعا الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي الصين لاستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على روسيا لإنهاء عملياتها العسكرية على بلاده وخلال تصريحات صحفية قال زيلنسكي أن الصين دولة قوية ولديها اقتصاد قوي بالإضافة إلى أنها عضو دائم في مجلس الأم لذا يمكنها التأثير سياسيا واقتصاديا على روسيا وفق أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي في الوقت الذي يواجه فيه الحلف تدعية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بينما لا يزال التصويت مستمرا بلغ عدد الأصوات المؤيدة 74 مقابل صوت واحد بالرفض متجاوزا أغلبية الثلثين وهي 67 صوتا المطلوبة لتأييد التصديق على وثائق انضمام البلدين رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطي وقال بايدن أنه يتطلع لتوقيع على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو مضيفا أن مصادقة مجلس الشيوخ على انضمام البلدين للناتو يثبت التزام الولايات المتحدة بالحلف أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انهيار منجم فحم بولاية كولا شمال البلاد مشيرا إلى أن هناك حوالي تسعة عمال تحت الأنقاض وقال أوبرادور أن السلطات بدأت عملية بحث وإنقاذ شملت عشرة الأشخاص من مزارة الدفاع ورياضيا تأهل المنتخب الوطني للشباب للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب تحت عشرين عاما بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي من المسابقة المقامة في السعودية ثلاثية منتخب الفراعن حمل التوقيع كل من صلاح باشا وعبد الرحمن رجدان ومحمد إبراهيم بينما سجل لحلو خريب هدف الجزائر الوحيد ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع السعودية في المباراة النهائية يوم السبت المقبل وختاما خيم التعادل السلبية على مباراة الأهل وضيفه فاركو في الجولة الثامنة والعشرين من الدور الممتاز بهذا التعادل رفع الأهل رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل